السلام عليكم ورحمة الله كما عارفين لائحة على تخرج يوم الاثنين كانت نتظرها في حضر الصباح بفارغ الصبب لنرى اللاعب اللي اقتنع بيوم وليد الرقراجي بعد المونديار القطر بعد ثلاث شهور لتسالة المونديار كما نعرف المغرب كانت عنده اخر مقابلة يوم سبعة عطار تناشة الفين واثنين وعشر مع المنتخب الكرواسي اللي كان هازم بهدف الهدفين هدف اشرف داري لاعب برست فرنسي هدف الوحيد للمنتخب الوطني المغربي اذا احنا احنا جينا في هذا الفيديو باش نتكنوا على اربعا دي الرقص اللي ممكن يستدعيهم وليد الرقراجي في هذه اللائحة هذه ممكن جوج كانوا معنا في المونديار القطاري وجوج ما كانوا معنا واحد ما كانوا معنا واحد ما كنظنش عمره ملعب معنا اذا هذا الرباعد رقص الحربة علامة ممكن كنظن ان يوصف النصير كاساسي لا نقاش في ذلك لا جدال في ذلك مقابلة البيرو ممكن يلعب النصير في الاول وعطي فرصة كبيرة المهاجم الاخرين لا يوجد وقت كبير ايوب الكعبي لعب السد القطاري هذا المهائل المعارم في فرقة التركية ايوب الكعبي يسبق للعب الكثير من المنتخب الوطني المغربي بدوره واليد الرقراجي كان سدعا في تربوس الاول من المنتخب الوطني في اسبانيا وكان لعبه في مقابلة مدى اشقر الودير استعداد كان دارس في ملعب تدريف الربط او في مدينة سالة ايوب الكعبي لم يكن اقتنع به ممكن ان ترى ايوب الكعبي في هذه اللائحة لكي يشوفوا ايوب الكعبي في هذه اللائحة ممكن ان ترى لعب بارئ الايطالي الذي كان معنا في المنظر القطاري ولكن لم يقدم احد الواجه الذي هو كبير كان اقل من عادي صراحة لا يوجد احد المستوى كبير وليتشديرا مع مؤهلات التي كنا نتصادر من وليتشديرا للاعب التوري الايطالي وخف القسم الثاني وعنده اهدف الكثير في البطولة الايطالية ولكن لا يوجد احد الواجهة مقومات اولا ان ترى محمد البولديني لعب القسم الثاني بطولة اسبانية في فارق ليبغان تخرج بطولة الوطنية ممكن اعاية محمد البولديني سمعنا بعد اخبار ان كانت مكالمة هاتفية دارس بين والد الواجهة يدخل في المفكرة والد الواجهة محمد البولديني من خير كانت المهاجم الى البطولة الاسبانية في القسم الثاني ممكن ان ترى محمد البولديني في هذه اللائحة وكذلك المهاجم الاساسي في المتخب الوطني المغرب يوسف انصار ادى احد الاداء الكبير في المونديل القطري كان احد الاداء كبير جدا اداء 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 مع المنتخب الكندي ومنتخب البرتغالي اداء يوسف انصاره من خير اللاعبين في المنتخب الوطني وباقي شركة جوج من الوطني واباقي السن